في ناس ديوان في من غزة سيد العميدة البنتاجون عن جالانت يقول اه جالانت اعلم الوزير اوستن بالضربة على الضاحية الجنوبية بينما كانت جارية بالفعل امريكا اليوم تتنصل من كل مسئولية وتقول ما في بلناش وراء ووقتها جالانت اه عندهم عام بالثبت يكذبوا في كل مؤتمر صحفي في كل كلمة يقولها انا نعطيك المبادئ العسكرية هي التي لا تخطأ شوف عندك اربعين بارجة بوارج وفم قوات امريكية وعندك قوات صهيونية مستحيل بش يخدموا من غير قيادة موحدة لانه فما ريسك واضر وعظم اذا انا ما عندي حتى ادنى شك ان القيادة اليوم اللي تظهر في لبنان قيادة مشتركة امريكية صهيونية في مكان واحد اذا ما جيش يقول لي هذي هذي سياسي يكلم في سياسي انا شوف لي جنراليتهم هما تو تقاهم في نفس المقر وفي نفس المخبأ متاحهم اللي هو مقر قيادة المواحد بيناتهم الاثمين لانا تنجمش تحط قوات في مكان جغرافي واحد منزوز دول واساليب اختلفة وما تصيرش اخطاء اذا ما تكون واضح على عمل واحنا نحكيه على الولايات المتحدة الامريكية كابتن مثلا في نفس الدقيقة عه ثمنتاش خمسة وثلاثين وثمنتاش ستة وثلاثين البيت الابيض يقول فريق الامن القومي الخاص اطلع بايدن على ضربات في الضحية الجنوبية لبيروت ثم البنتاجون يقول الضربة على الضحية الجنوبية حدثت بينما كان جالانت بصدد اجراء اتصال مع الوزير اوستن ولم يكن عنده حتى علم معني البنتاجون والبيت الابيض يهبت وزوز بيانات في نفس الدقيقة ممتضدين ايو كهوه فما اكتب اسمه صيناعة الكذب صيناعة كبرت على الامريكين والامريكين هما اللي حاربوا ليس الاسرائيليين هما هما الداء وخليني يقول هو الشيطان الاكبر يكذب عليهم شوف الشيطان الاكبر الامريكين امريكا هي اللي تحدد في السياسة الكل معنتها متكساش اسرائيل اللي ما مينجموش يقفو الديسيزيون بشي طايحو عصفور مش مش بيش يزدموا على نصر الله ولا الامريكين هما يعطيوا الففار علاش خاطر طوى العالم الكل قاعد يعاود يتشكل فما قوة جديدة طالع البترول بشيوفة اه فما شين جاية روسيا جاية شين وروسيا ووكرانيا ويتعاركوا كلهم على البلاسة هذيكة على خاطر فيها مزال فيها دي ريشاس ناتوراليكسيت معانتها شوف الامريكين مش طلصوا اللي يعملوا في السياسة اوكا مش نحنا لفرص دفراء بتاعهم هي اسرائيل شوفتو نتانياهو ياخد تعليمات ديركشون اللي بشي عمل يكذا بعليك مش هو اللو دي سيدون ووالامريكان من حقهم بشي دافوا على مصالحهم دون لسان شنو من حقهم خاطر كن هوم ما ميكلوش لبلسة ذيكة بشكلوهم لروس والشينواء ونحنا ديما العرب في المؤخرا نتابعو لا عنا لا دي سيزيون لا عنا لا سياسة واضحة مالغري البترول والهم لزرق الكل انتاعنا وذهب ودياموند لهين كن بني ونعملوا في الكليبات ونعملوا في العمارات سواديزان نعرف في الحرب ديما ثم حرب العصاب بتخرج لك هو هم متحققين الصهاينة اللي ثم إمكانية بتاع أنه نصر الله استشهد وإمكانية أنه ما استشهدش لكن قال لك يحط لك الحرب ذيك إيه أنت كجهاز وكدولة وكنصر الله وحزب الله والناس اللي معاك تخرج يا أخي تعلن طيو إحنا دي جاء تحب ولا تكره وجوهنا ملخلخة متقل مين يا أخي شعب داع شعب واحد ودب واحد كان مزال حي يعرف السيد العميد مجي مش يتكلم شوهو القيادة اللي معاه ثم نطق راسي بيان يهبت على صفحة بيان يهبت في حقيقة التليفزيون قناة المنارة اللي هي تابعة المقاونة بالنية كله نسى جدالة واحد درجة بعد يقوله زفو فلان تاوي تكلموا على زوز شهداء وخمسين معناها هذا يأكد اللي العمارات كانوا فرغين هذي خطر هي قم لمكا كاتر فانكات تعمل معنا تقريبا الفين نيرتل اي اي تعمل لا نقصد انا تضرب 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 حتى معناها العباد اللي ماتوا ما نش في العمارات اللي معاد معنا زوزوا اللي تجرحوا كانوا على جوانب العمارات هذوما هذي دليل العمارات كانوا فرغين خطر لو كان جاوا فيها معباد ما تخلي شي هي تقتل مية خانسين ميتين معناها تسوي الموجود وكل بش يموت والبروفوندوري تيها اي قد يش تبشي لا مش حكيت ماشي هي تعمل كارتير تا عشرة متر تقريبا اي عشرة متر هي تش تعمل تنقب الخرسانة ثم تنفجر في الداخل مش كي القنام الاخرين كيتمس تنفجر هذي تخرق الخرسانة وبعد وبعد تنفجر في الارض هذي كش تعمل كارتير تا عشرة متر تعمل هذا يقول زوز شهداء وستة وسبعين شريح معناها كانوا فرغين يعني كانوا على جوانب العمارات خاطر وكان جوا مسكون حسب المبادئ العسكرية سيد عميد ومثلا في حالة اغتيال او وفاة حتى مش اغتيال قيادي اول في منظمة او مقاومة او جيش هل يتم الاعلان في وقته بتبعت حال او يكون فما امور تنظيمية هذو ما انا نتبع فيهم نتبع فيهم من من اللي بدأوا بالعكس هما يراوا اللي كل واحد يستشهد زفة في طريق القدس بعدها يراوها حاجة كبيرة ويعملوا كل مهرجين ونتبع فيها ما نشوف فيهم مش يراوها شعيب ولا يخبيوها بالعكس يقول لك يعني حتى في الساعات الاولى يا والدي اخر رقم ثلاثة في مقتل الرئيسي رئيس ايران وقتها احنا فهمنا بانه ينتظروا لا اذيك ايران اذيك بالحق قاعدوا ينتظروا حتى لين في مجالك حمورهم هكا رئيس دولة هذو من القادة العسكري ينتحم يعني عنهم في وقته وزيد قدلك بالزغارية وبالفرحة والهاليل يا والدي شفتهم يعملوا مهرجان عسكري وانساة زغرته وعناها أمور كبيرة لأنه قل لك زفة والسوشي دا زفة في طريق القدس يعني راح تبروه شهيد وحاجة كبيرة برشة ويفرحوا له فهمتني واضح وكالة تسليم الايرانية عن مصادر مطلعة هذو كل تقولوا فيه عن مصادر مطلعة تقول حسن نصر الله وهشم صفي الدين أحياء وكالة اي بي سي الأمريكية تقول وتؤكد بأن سيد حسن نصر الله كان في زيارة خاطفة لبيروت أثناء القصف معني كن موجود في بيروت أما وين موجود بالضبط ما نعرفوش مهو دا نكن نرجعوا لأمريكا رأس الحربة المثامة مثال يقول اللي ما يشوفش من الغربال أعمى والعالم الكل كان أعمى توجه أمريكا وأما توا معناه نورمال مو قاعدة الغشاء قاعدة ينقشع على عيون العالم وأمريكا ما قالها ما هوش به حتى ترف حسب رأيي المتواضع نتخيل أنه معناه التحالفات من الجهات الأخرى من الأقطاب الأخرى بش تكون ضربة قادية إن شاء الله الأمريكا وما بقى كان أحنا العرب مذهبينا معناه نفيقوا على رواحنا شوية ونحشموا شوية وننقضوا ما يمكن إنقاذوا من كرامتنا ومن من تاريخنا معناه شوف هدير ما يندبلك ينظفلك ما ثم حد بش يجي دافعليك لا لا روس لا إيرانيين لا شوف أنت يجي دافعليك وذيك عليش أنا قلت ما تستنع حد شي من حتى حد ينجموا مولوك يعطيوك شوية سلاح في حرب مبيلاتهم صالحة ما الكل صالح الكل صالح معلينا نحنا كان نرجو عادة تاو بش نبدأوا كل دروس اللي نحكيه فيهم يزمنا نقراه ويزمنا نخدمه يزمنا يا بنتي لانا بعاد كل البعد والعالم هذا ياهدى ما يحترم كان لقوي كان لقوي ما يحترم كان لقوي أمريكا ديك اللي قاله فيها والأمريكا ديك تبنت على إبادة جماعية الأسترالي على إبادة جماعية الكل إسرائيل على إبادة جماعية ما عندهم شي جرام الإنسانية هي شو الحرب مش حين معها شكون مع الإنسانية وشكون ضد الإنسانية ما Long شي غريب يعني الوحشية والقتل والاطفال سوفيهم اشلا وكذا والناس ويصفقوا عليه في الكونغريس واليوم او مو او 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 في الانو يخرجوا الناس وخلاهوا يتكلم ولكن انا والله شو يكم ده المورال يرجع لي. هو كيد للسيد العميد اللي موجود المورال يرجع للشاب العميد. لا 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 انتكلم بالعاطفة. لا انا يوم اخطأت ايران قلت راي اخطأت لنا ريتي قعد يقع لكلتو لان ايران لم ترد. لو كان ردت بقسوة. ما كان شوف لو كان ردت ايران بقسوة. قلت انا انا من اسمع انا راني اقرأ ما موجود مهمني في حد. قلت لقد اخطأت عندما ما ردتش. كل ما يحدث اليوم هو نتيجة عدم الرد الايران. ايه ردت رادعتهم. يقول يفكروا. يقول لك لا اذا كان عملوا على هانية عملوا ذلك كل. ما لقش يعملوا على جنوب لبنان. اذا شوف ترى اخطاء استراتيجية يقعوا فيها. مش هذك يرعبني يا سماح. ما يرعبني هو عدم قراءة العرب للمشهد الاستراتيجي الحقيقي. مع الفوض. هذا هو المرعب في الحكاية. لانهم لا يقرأوا تاريخ. ولا يقرأوا استراتيجي. ولا يقرأوا ما يحدث. ولا يقرأوا ما يحدث في الغرف المظلمة بين الامريكان والغرب والالمان والفرنسيس والبريطانيين والامريكان. راهم يعني راهم تأبطوا شرا بنا. شيء كبير. راهم. والغريف الامر ان اجماعاتنا ضربهم نوع من الهمامريش فيها مشين هادرة دي. عليش هذا كل. اش فهم. بيه. سيد العميد اذاعة الجيش العدو تقول عن مصدر امني. اي شخص كان بمقر قيادة حزب الله لن يخرج حيا. حسب السواريخ اللي ضربته وحسب الضربات. هذا صحيح? صحيح? لان القملة هذية اللي هي راهو. ها مش تعرفوا هاي الدليل القاطع. صحيح يعني اي شخص كان بمقر قيادة. ما ينعش. حزب الله. لن يخرج حياة. طن راهي. طن من المتفجر القوي. تي ان تي. يعني نوع متفجر. طن كامل. الف كيلو راهو. مش مش لعبة راهو. مش هذاك ابرك. تقتل بتلاثة انوع. تقتل بالموجة اللولانية اللي تنجم تقسم ببشرة في اثنين. ثم بالشظايا. ثم بالحرارة. نار. يعني عندها تلاثة تلاثة مفاعين. مش كبير اعمال. بح. لكن هاو نقول لك حاجة. هذي القنبلة وفات. وفات مخزون الصهاينة. وعملوا معناها احتجوا على امريكان كيف. اتوى دليل على انه هم اللي جابوها. وهم اللي مشاركين. وفسر اكل بواج اللي جات. واكل الجسر الجوي اللي وقع. دليل على اني العملية كما قال الدكتور راهو عايز بخير. قال راهو اللي انت جامش تخسر حربيين فرد وقت. لقد انهزمت في اوكرانيا. وهذه حرب اصغر نوع الماء قادرين عليها. لا يمكن الامريكان ان يخسروا حرب من نوع هذه. هذك علاج حاطين في قلهم الكل راهو في الموضوع ذايا. وخاصة بعد لا ثبت ان اسرائيل وقعت في الفخ. وانا ازنوا كل كل من قولها راهو. السور اللي جيم الضحية الجنوبية ببيروت. المقر سوية مع الارض. هيش قتلك انا دو. المقر سوية مع الارض. شوف انا طوى بصراحة من الول متخنب عنا كي شوية. معنتها انا منتخيلش. منتخيلش حصلنا صراحة بش حط سقيه غادي. مش نورمال ما ما يتعداش حتى ادو كيلومتر ما غادي. معنتها يا خوة حرب عصاب كبيرة ياسر وشو شو شو نقول لك شو وما نساوي سيد العميد هذا حسب. ديمonstration دو فضل سيكتر. وفما انتخابت انجو. سوف انتخابت انجو. خليه يكمل فترة وثما جو بسيد. خضرنا. خضر كتر. معناها انا بالنسبة لي انا راهو. الناس اللي طوى عنا عام ويقولوا ما تخلوش الرفاح. الرفاح ما تتخلوش كذا وحنا ضد الإبادة وهو ما يعطيوا فيهم في السلح هذه اللي مش يعمل في إبادة بركة. الامريكان هو ما رأس الحربة انتع الحروب الكل في العالم. اكبر بلد سو حروب وينفهم حرب وراها امريكا. وينفهم حرب وراها امريكا. وينفهم حرب. احنا هنتمنيه وشالله معناها بشوية بشوية حتى ها نتمنيه وانا سيدنا صار الله معناها ما صارتلوش حاجة مخترا. هم الظامنين معاه برشا احنا تعرف عليه سماعه. عنده قدرة رهيبة. متاع اقناع. وتحس واكلي معناها. نبدأ ونستنى وفيه بتخيق ودرجة وقتش بشيخرش. كما ابو عبيدة ولا هو اكثر كاسم. فامت الوهرة اللي عنده وكل وكل يخليك ديما في الكورسي يخليك اللي قادر هو بش ينقذ ما يجب انقاذه ورد الاعتباره ولو بنسبة بسيطة للشعب. موش احنا بركة. كل خطاب ويعرف سيدنا كل خطاب تانا السهاينة تلقاهم قدام التليفزيون ويمنوه. بالارقام او تسعين بالمئة منهم يمنوه هو. اسأل الرجل العرق ما فهمه. الرجل الوحيد الصادق وليقول الحق. دونك السهاينة في اسرائيل ياخدوا منه المعلومة. صحيحة. هددهم مرة قالهم انك قطيبش نظر باسرائيل. روا عندي لزوبشيكتيف واضحين. ستة سبعة بلايس تتدمر في اي لحظة. معناه الرجل يواثق من روحو. يا عمي. شوك الكذبة. شوك الكذبة. سيد عميد. قال لك احنا ببناش الامريكان. هو اللي يقلق سماح. يلي حزب الله هلتوه ما هبتش حد شيء معلومات. هيدا كين سؤال. ها هو تلفزيون ويخدم. لا 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 حزب الله. مش مش تلفزيون سيد عميد. تاعوا. حزب الله. حزب الله. عنده موقع رسمي. والموقع الرسمي. انا توا ما نتبعوا احنا في تليجرام لحقيقة. الموقع الرسمي لحزب الله. حزب الله الالكتروني. اه اه فانه اه ميهبط على وزارة الصحة اللبنانية قبل دقيقتين. اه معا ابناء الرضوان. مرة اخرى وزارة الصحة اللبنانية. ما شاهد من اطلاق المقاومة الاسلامية في العراق لصاروخ الارقب. ولا اه كلمة فيما يخص. نجم يكون تكثير. سماح. 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 اراه واسمه. يكون خطأ لو كان يقوله روحي. اه. بالعاكس. يخليها ضبابية. هو 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 في خدمته دائما يخليهم ضبابية. حتى مش يعمل. يش بش قوه. يكون من خطأ الاكبر بش يقوله ايه ولا لا. يخليها لها كاك. ضبابية. لانه لانه اسلم وخير انه يخلوها ضبابية. ما تعرفش انت يخليها من في الانفاق. خلت ما عفوش ولا استوش ده ما استوشدش. يخلوهم هما على العصابه مش. علش اروح لاخر. خاطر يقرى في في ديما يقول لك يا رابي ايه ايه ديما روح الجيش بصفة عامة والقوات المسلحة في العالم. دائما تبرمج على الاسوأ. السينار الاسوأ. فهمني. اذا انا اقول من الحكمة انهم يقولوا شي. من الحكمة اي من الحكمة. لهذا لهذا لم يرد حزب الله. معا. على انباء اغتيال حسن نصر. ما يزمش يرد. ما يزمش. يزم يخلها ضبابية مطلقة. لاني هذه ترتد على العدو. مهما كانت النتيجة. معا اللي يقول فيه سيد عميد سيد. والله شوف. فهم رمزية تزيد الهجوم اللي عملوه اللي نهارت جمع. فهم الرمزية هذي زيد ارى وشوف معنتها هم عندهم سياسة انتاح وم عندهم لاجندان انتاحهم كما نحن عنا سياستنا وشوف المهم. المهم هو نحن اللطفي قال خات الراجل صادق. لا خاتره قائد. وقائد على قضية عادلة وصحيحة. نصر الله او غيره نحن بش كونه معاه. فهمت. صنوار او غيره بش كونه معاه. فهمت ما فيهش كلام هذي. شعب محتل شعب مختصب من نواحي الكل يقتلوا فيهم معنتها يوم او اثنين وواربعين. بذكرة. الف او شهيد في غزة وقداش مفقودين عشر الاف طول لبنان. احمد عويمر واحمد من اكبر اللي فان طبعا والمتابعين الغزاوي احنا نعيتولو احمد عويمر اتبر انه يمثل كل الغزاويين وما ننساش كيف خو احمد عويمر هزك الليفتة من قلب دير البلح فيها صورة سيد العميد وصورة اي انا وكنا موجودين من قلب دير البلح شكراً لهم الغزاويين الكل يقول لك الظبابية هذية سيد العميد تؤثر علينا جمهور المقاومة وكذلك شباب المقاومة في مقاومة الطوق وهنا يحكي على فلسطين ولبنان والعراق وسوريا هنذكر كله يا أحمد وهو من شباب المقاومة حتى بالفكر ليلة ليلة الأعنن عن استهداف السنوار ونسكل تمست وفي الآخر ظفروا بماذا؟ بحذاء السنوار يعني بلزمش راوه التكتيك الحربي يطلب برشة صبر نحن في حرب علامية حرب بسيكولوجية حرب معنويات مهما حدث شوف أنا نقول له يا أحمد راوه لي حامس سلاحه في يده ويقارع في العدو تنحى من مخه مسألة الخوف مسألة التأثير يولي بشر وانا أتكلمه عن معرفة راوه الإنسان اللي يحارب مشكلة الإنسان اللي يتفرج راوه الإنسان اللي يحارب تتنحى من مخه مسألة يعني الخوف والتأثيرات يعني يولي بادي آدم آخر لأنه مقتنع بالشيء اللي يعمل فيه سلاحه فيده وماشي يعمل في شيء مشرف مقدس واضح العملية وحنا انتبعوا في تيليجرام حزب الله كان فما نزل تسجيل صوتي معنوان وهو بصوت معنوانة بأنه بصوت سماحة الشيخ حسن نصر الله هكا كتبه رسالة من سماحة شيخ حسن نصر الله ثم وقع سحبه بعد أقل من آآ ثلاثة أو أربعة ثوانية يعني إنه شفته موجود آآ ميزمش ميزمش ووقع سحبه يعني الخوف اليوم كذلك ممكن من نوع متاع آآ بداية تخبط أو آآ نتصورش نتصورش ربما ما ذكاء صناعي ربما لا أعلم أنا قتلك لو كان أنا جيتش القيادة تاوا خليها لمنظابة ما يشوفوا شيء لا يعرفوا هكا ولا هكا لأنه لا يتصوروا أنتم تاوا ما يعرفوش تصور ناس كل في الأنفاق ومش يباتوا في الأنفاق خاطر يقول لك إلا كان نستشهد رابا ومش يكون رد فاعل عنيب جدا مش فقط داخل الكيانرة والقانيطة 12 العبرية تقول رفع مستوى التأهب إلى أقصى أقصى في السفارات الإسرائيلية حول العالم خليها ما كاك هذا هو اللي مقصود خليه ما يعرفش لهك لهك خليه له لعب على الآصاب فاهمتي هذي هي بضبط بل ضبط هي ذي كان حرب حرب عنها قوعدها يلعبون على الآصاب ناو يحد من يولي لا عاد أنت متفرج أنا تأكيد الكلام سياد العميد نتخيل أني الحرب ديها الإلكترونية معناها تستدعي برشا واخذ معناها أخذ الاحتياط وعدم معناها حتى التصريح خاطر حتى التصريح بأنه معناها بش يتكلم ولا ينجم ينجم يختار معناه يصير اختراق للمكان اللي هو فيه ومطر متنجوش تعرف شنو يصير خاطر احنا توا كل شي مفتوح على المجهول معناها في الحرب ديها هو هو واحنا نتحدث وتوا فالدقيقة هذي القنيتة 12 العبرية تقول الجميع